هاي بنات عملين ايه عشان نعمل سكراب ده مش محتاجين لان احنا نغسل بشرتنا كويس انا بستخدم السابونة اللي ظهر دي سابونة الجلسرين وبعد كده السكراب ده من البيت يعني من مطبخ اللي هو مش هتصرفي ومش هتجيبي من بره اولا هو المقابل الاساسي اللي في القهوة يعني بعد ما تشرب القهوة بتاعتك خدي الطفل بتاعها وحطي عليها انا احط ملقة ونصف سكر كمياتي بتكفي لانك مثلا تميقات قشري وشيكوط قشري مسلا ايدك الاكواع والرقب كذا حاجة وبعد كده استخدم الزيت ده ده اختياري بس انا بشرتي جفة جدا فعشان كده احط زيت جونسون متاع الاطفال ممكن تحطي زيت 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 زيتون بفتح البشرة برضو بس هو مش عندي عشان كده استبدلته بالزيت ده انا احط بس نصف معلقة صغيرة يعني انا مش عايزة اكتر بعد كده انا اهد طفل بعد ما شربتي القهوة انا يعني اضطريت ان انا اشرب قهوة عشان اسجل لكم الفيديو بس كده هقلب التالت مكونات مع بعض كويس جدا بس مش لدرجة ان اسياحهم يعني اخلي السكر برضو خشن شوية عشان يقشر مع القهوة وهتلاحظوا نعومة فضيعة جدا وتفتيح ولو في تصبغات اصرر حبوب برضو هتلاحظوا انها هتفتحت انا بحاول ادخل لكم في الفيديو على طول في الموضوع حتى ما قعدش اتكلم هحطوا بالطريقة دي ليه مش هحطوا بفرشة لاني فيه سكر وفيه زيت وفيه اهوة فالحبايبات دي مش بتروح بسهولة من الفرش وبعد كده هفرق البشرة بالطريقة اللي انت شايفينها دي لمدة اربع دقيق هقعد افرق في البشرة بنعومة وحركة دائرية بهدوء جدا عشان مجرحش بشرتي انتي لو بشرتك دهنية مش هتحتاجي الزيت بس ممكن تحطي بس للتفتيح في هيكون زيت الزتون مش ش زيت جونسون جونسون مش هعملك اي حاجة بس كده تعاودي تفرقي ما تجيبهوش عالشفايف اندي اهم حاجة لو انتي بشرة دهنية تقدر تعمليه مره كل اسبوع لو انتي بشرتك دهنية تقدر تعمليه مره كل اسبوعين يعني عشان بشرة الجفة يعني هالفيها اقشور محتاجة ترتيب اكتر من التأشير وبس كده هتسيبه عشر دقيق ينشف على البشرة وبعد كده هاخصل بشرتك برضو هاخصلها كويس جدا بالصابونة دي برضو صابونة كريسرين دي بتنفع للبشرة الجفة او الدهنية او اي بشرة بعد كده لازم ارطبها كويس جدا هرطب بكريم نيفيا كريم ده تقيل قوي فبيرطب البشرة الجفة كويس جدا مش بيحتاجي ترتيب تاني بعدها كده هرطبوه بالكريم ده لو انت بشرة دهنية وعندك كريم نيفيا ده مش عندك الصوفت الصوفت للبشرة الدهنية لو عندك نيفيا كريم فانتي هتطالي تحطي كمية والاقلم كمية اللي انا هتطادي بكتير بس كده انت هتطلق كريم بقى بيتزحلق وفي نعمه مش طبيعية على البشرة يعني ده افضل وارخص سكراب ممكن تعمليه لبشرتك وانتي قاعدة في البيت عايز اقولكو بقى لو بشرتك جفة برضو هتلاقي المرتب اتشرب بعدها بعشر دقايق حطي تاني عادي يعني انا كمان درجة انها عندي فقام في حصل فيها قشور فحطت لها تاني وتالت بيخط حاجة بسيطة كده مرتب حوالين العين عشان ارتب حوالين العين وبصوا بصوا التصبغات بتقل مع الاستمرار طبعا بس مش كل اسبوع لو انت كل اسبوع ولقتها بتجفة اكتر اعمليه كل اسبوعين عشان انت بشرتك جفة ما تنسوش طبعا لايك والشير وسبسكرايب لو مش مشتركين في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الاشهارات عشان وسألكو كل بديد باي